اشتركوا في القناة وهذا العنصر بالتحديد سوف نقوم بعرض مفصل لتوضيح استخدام مبيدات وكيفية الاستفادة منها ويجب أن يتوافر في المبيد النيماتودي أن يكون آمن للنبات والإنسان وأكثر فاعلية على النيماتودة والأفضل أن يكون جهازي حيث يتم امتصاصه عن طريق الجذور ونقله إلى الأوراق ويمكنه القضاء على الأنواع المختلفة من النيماتودة من أهم المبيدات النيماتودية المستخدمة في المكافحة واحد الفيتد سائل ومركب سائل واستخدم بمعدل 5 لتر للفدان ويحقن مع ماء الرأي في شهر مارس ويمكن إعادة المعاملة بعدها بشهر اثنين مبيد المكاف وهو محبب واستخدم بمعدل 40 كيلو جرام للفدان ثلاثة الفيوردان وهو محبب واستخدم بمعدل 40 كيلو جرام للفدان وينثر حولها الأشجار مرة واحدة أربعة مبيد يماثورين بمعدل 17 كيلو للفدان وينثر حولها الأشجار مرة واحدة خمسة الراكبي هو مبيد محبب بمعدل 40 كيلو جرام للفدان ويمكن أن تضاف المبيدات المحببة تحت سطح التربة في جور حول الأشجار ثلاثة نيما كور بمعدل 25 كيلو للفدان وهناك أيضا مركبات حديثة ذي النيما بلس والنيما جارد أما عن مميزات استخدام مبيدات النيماتودية في المكافحة واحد قدرتها العالية على خفض كثافة النيماتودة في التربة بسرعة مما يسمح بوقاية الباديرات الصغيرة الحساسة مبكرة ثلاثة بعضها متعدد الأغراض فهي بالإضافة إلى مكافحة نيماتودة تكافحة الحشرات والفطريات والبكتيريا وكذلك الحشائش أما عن عيوبها واحد استخدام بعضها يتطلب خبرة فنية وأدوات وألات خاصة ثلاثة احتمال تلوث البيئة وحدوث حالات تسمم ثلاثة مرتفعة السعر عراعة عند استخدام المبيدات ما يليه واحد لا يتم استخدام المبيدات إلا عند التأكد من الإصابة بأي نوع من أنواع النيماتودة اثنين يجب استخدام مبيدات بالجرعات المناسبة ثلاثة يجب عدم خلط مبيدات النيماتودة مع مبيدات الحشائش أما عن فوائد مكافحة النيماتودة واحد من خلال مكافحة النيماتودة يمكن مكافحة الفطريات والبكتيريا والفيروسات والحشرات التي تظهر فقط مع وجود النماتودة في التربة وكذلك مكافحة الفطريات والبكتيريا المترممة والتي تزيد من تعفونات الجذور من خلال مهاجمتها للأجزاء المصابة بالنماتودة كالعقد والتقرحات تؤدي مكافحة النماتودة إلى إنتاج مجموع جزري سليم كبير وبالتالي كفاءة عالية للجذور في انتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة ثلاثة تؤدي مكافحة النماتودة إلى تماثل في نمو النباتات ونوعية الإنتاج وانتظام مواعيد العمليات الزراعية أربعة تؤدي مكافحة النماتودة إلى زيادة العائد والفائدة من مكافحة الأفات الأخرى فمكافحة الحشرات والأمراض الأخرى بدون مكافحة النماتودة على النبات نفسه قد لا تؤدي إلى النتائج المرجوة أو المتوقعة في زيادة كمية ونوعية المحصول فيصبح الانفاق على مكافحة هذه الآفات بدون مكافحة النماتودة عديم الفائدة شروط اختيار المبيد المناسب 1- الكيمة الاقتصادية للمحصول 2- تأثير المبيد على المحصول والنماتودة 3- دور المبيد في مكافحة الآفات الأخرى الموجودة في التربة والمصاحبة للنماتودة 4- مدى التأثير البيئي الضار للمبيد على البيئة واخيرا العوامل المؤثرة على كفاءة المبيد في مكافحة النماتودة 1- شكل وقوام المبيد 2- نوع التربة 3- تجهيز التربة 4- طريقة الإضافة للمبيد 5- درجة رطوبة وحرارة التربة 6- العنق المطلوب للمعاملة 7- معدل استخدام المبيد انتهى إن شاء الله في الفيديوهات التالية هنتكلم عن الأمراض المتعلقة أو المصاحبة للإصابة بالنماتودة والتي هي بتكون عائل أو بتنتشر معها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة الزواو الزراعية مرشدك لزراعة أفضل اشترك ليصلك كل جديد